من جانبه وجه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزي بوريل الشكر لمصر على جهودها لتحقيق الاستقرار في المنطقة وقال بوريل إنه ينظر لجهود مصر وللوسطى لتحقيق التهدئة في قطاع غزة بتقدير كبير إنني أعبر عن تقديرنا للعلاقات الهمة الثنائية بيننا وبين مصر لا أستطيع أن أفصل كثيرا في التفاصيل إن الأزمات تمثل خطرا مباشرا لكل من مصر وللأمن الأوروبي كذلك لا يمكن إيجاد حل لا تدعمه مصر وإنني أوجه لكم الشكر على كل جهودكم في هذا السياق